اهلا بكم من جديد حزا مصرف البحرين المركزي على جائزة التمييز للحكومة الالكترونية لعام 2019 عن فئة افضل موقع حكومي الالكتروني وقد تم الاعلان عن الجائزة خلال حفل التكريم الذي نظمته هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات وقد استلم الجائزة نيابة عن محافظي مصرف البحرين المركزي السيد يوسف الفاضل المدير التنفيذي للخدمات الإدارية بالمصرف وقال الفاضل بأن المصرف حصل على هذه الجائزة للموقع الالكتروني الذي حمل طابعا وشكلا جديدا والذي تم تدشينه مؤخرا في إطار السعي الدائم للإدارة العليا للمصرف للتمييز والريادة في الأداء وحرصها على التطوير المستمر يوصل القطاع المالي جهوده في دعم الخريجين الشباب وتنمية مهارتهم العملية وتهيئتهم للدخول في سوق العمل ويأتي برنامج متمهن ليضمن لهؤلاء الشباب فرص عمل ذات جودة عالية المزيد من التفاصيل مشاهدين في سياق تقرير الزميلاري بجناحي تحت رعاية صندوق العمل تمكين ومعهد البحرين للدراسات المصرفية استضافت جمعية المحللين الماليين المعتمدين في البحرين حفل توزيع الجوائز على المرشحين الذين أكملوا برنامج متمهن هدف الأساسي طبعاً من وراه البرنامج وشراكتنا هذه هو الاستثمار في العنصر البشري وتهيئة الشباب لسوق العمل وهو هدف من أهداف تمكين نتمنى للشباب كل التوفيق وأنا متأكد إن شاء الله خلال وقت قصير بأذن الله نشوفهم سفراء في سوق العمل كان دورنا الحمد لله من بديننا المشروع وي جمعية السيفي سوسايتي ترغيب وعداد الستين شخص لدشه وصلاحة تجربة ممتازة قدرنا نطور فيها مهارات الشباب الخريجين وعدادهم للسوق وقد تلقى برنامج متمهن ثلاثمائة طالب من خرجي الجامعات في المملكة وتم تخرج ستين مرشحاً متميزاً ووزعت عليهم شهادة تقدير البرنامج طبعاً يهتم بالخرجين الجدد الخرجين الجدد هم أهم ركائز أي اقتصاد وطني لأي دولة حالياً يعني إذا منشوف هاي سنة الخامسة لنا في البحرين أغزية من ثلاثمائة طالب أهلناه نشاندش سوق العمل أكثر من مائة فرصة وظيفية وفرناها كبرنامج في البحرين والحمد لله الخبرة التي توصلنا من الشركات أننا حابين الطلبة اللي يونه كأنهم موجودين على مستوى مختلف عن الطلبة العاديين وكجزء من البرنامج سيتم ورسل أفضل 20 طالباً مما حققوا على النتائج لدورات تدريبية في كبرى المؤسسات البحرينية الصراحة شفت أن الاستفادة من هذا البرنامج هو يمكن إعادل أو أن يكون أكثر من الجامعة والحمد لله أحس أن روحي أني عندي القابلية أني أكون مع ناس أكثر أتواصل معهم أخبر معنا أفكاري طبعاً كوني اليوم خريجة من برنامج متمهن أحس أن استفادت ويد أشياء وصالت عندي خلفية في أشياء مخالفة تماماً عن تخصصي أحس أن الست وسبع ساعات اللي قضيناها لكل ساعة بيان أثارها علينا اليوم وللسنة الخامسة على التوالي يثبت برنامج متمهن قدرته على تطوير الخريجين الشباب وسقل مهاراتهم العملية ضمن رؤية طويلة الأمد للمساهمة بإنشاء جيل جديد من خبراء الاستثمار في البحرين قامت طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين والطيران العماني الناقل الوطني لسلطنة عمان بتوسيع اتفاقية الرمز المشترك الحالية التي تربطهما والتي تسمح للمسافرين الاستفادة من المنتجات والخدمات المتميزة المقدمة من الناقلتين وسيؤدي هذا الأمر إلى منح خيارات سفر أكثر إلى مواراء مسقط والبحرين اعتباراً من جدول الرحلات الصيفية المقبلة وقال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج السيد كريشمر كوتشو بأن هذه الشراكة الوثيقة تعد أحدى أقوى الشراكات في مجال الرمز المشترك ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي للطيران العماني الفاضل عبد العزيز بن سعود الرئيسي بأن الطيران العماني سعيد للغاية بتمديد اتفاقية الرمز المشترك التي تربطه مع طيران الخليج والتي تعد شريكاً استراتيجياً وهماً للطيران العماني والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقبل العملات الخليجية والعالمية نوصل النشرة الاقتصادية مشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة لبداية تعقدات هذا الأسبوع ونبدأ مع بورصة البحرين حيث تراجع مؤشر البحرين العام بنسبة 0.11% مقفلاً عند مستوى 1440 نقطة وذلك عائد الانخفاضي مؤشر قطاع البنوك التجارية وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة مليونين وثمانمائة واثنين ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 663 ألف دينار تم تنفيذها من خلال ثمان وثمانين صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية أما بالنسبة إلى أغلاقات باقي البورصات الخليجية فقد أغلقت جميعها على تراجعات منخفضة تحت ضغط هبوط أسعار النفط ونبدأ بالسوق المالي السعودية التي أغلقت عند مستوى 9265 نقطة بالخفاض بلغت تسبته 0.11% وبالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلق عند مستوى 5380 نقطة كما هو موضح على الشاشة بالخفاض بلغت تسبته 0.21% وبالنسبة لسوق مسقط للأوراق المالية فقد أغلق عند مستوى 3930 نقطة بالخفاض بلغت تسبته 0.26% وقع صندوق أبوظبي للتنمية اتفاقية مع بنك السودان المركزية تم بمجبها إيداع 250 مليون دولار بهدف دعم السياسة المالية للبنك وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في السودان وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن هذه الوديعة تأتي كجزء من حزمة مساعدات مشتركة أقرتها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية للسودان والبالغ قيمتها 3 مليارات دولار لدعم الاقتصاد وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوداني أعلنت برصة ناس داكت بي عن إدراج سكوك بقيمة 1.5 مليار دولار من جانب البنك الإسلامي للتنمية وأوضحت ناس داكت بي في بيان أن هذا الإدراج يؤكد على دورة بي بوصفها المركز الأكبر عالميا لإدراجات السكوك من حيث القيمة الإسمية التي يبلغ إجمالها بالوقت الحالي 60.89 مليار دولار النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل مايكروسوفت تحقق إيرادات بأكثر من 30 مليار دولار في ثلاثة أشهر بدعم من الحوسبة السحابية إنكمش اقتصاد كوريا الجنوبية على نحو غير متوقع في الربع الأول من عام 2019 في أسوأ أداء له منذ الأزمة المالية العالمية حيث قلصت الشركات استثماراتها بسبب التوتر التجاري بين واشنطن وبكين وعزز الإنكماش المفاجئ توقعات سوق النقد بأن يتراجع البنك المركزي على الأرجح عن موقفه بشأن السياسة النقدية قريبا وأن يتحول إلى التيسير ليخفض سعر الفائدة في مواجهة تراجع ثقة الشركات وتنامي المخاطر الخارجية وقال بنك كوريا المركزي إن من المتوقع أن يكون التدهور الأسوأ في قطاع شرائح الذاكرة أثر على الاستثمارات الرئيس مالية في الربع الأول بينما فاق أثر تراجع الصادرات ما كاسب الاستهلاك الخاص كشف مصنع الطائرات الأمريكي بوينغ عن تراجع حاد في أرباحه في الربع الأول من العام الجاري ويظهر من تقرير الشركة المالي أن أرباح بوينغ تراجعت خلال الفترة المذكورة بنسبة 21% إلى 2.1 مليار دولار وجاءت الأرباح دون توقعات الخبراء والمحللين وتواجه بوينغ أزمة حادة بعد سقوط طائرتين من طراز ماكس 737 في غضون خمسة أشهر آخرها في أثيوبيا وهو ما أثر بشكل كبير على سمعة بوينغ وخاص هذا النموذج وانعكس الحادثان بشكل كارثي على مصنع الطائرات الأمريكي أعلنت مايكروسوفت عن نتائج أعمالها الفصلية والتي سجلت بيانات إيجابية وارتفعت إيرادات شركة البرمجيات الأمريكية إلى 30.57 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019 من 26.82 مليار دولار في نفس الفترة في عام 2018 وذلك بدعم من أعمال الحوسبة السحابية وقفز الطلب على أعمال الحوسبة السحابية التي تقدمها مايكروسوفت لترتفع إيراداتها من هذه الخدمات بنسبة 41% إلى 9.6 مليار دولار على أساس سنوي ترجمة نانسي قنقر